بعد نحو عامين من الانقلاب والحرب هل تبدو طريق السلام ممكنة وقريبة؟ وفق المبعوث الأممي فإن هناك اتفاقا على خطة تحضيرية لوقف إطلاق النار في اليمن لفترة لا تقل عن 15 يوما ثم تتحول إلى هدنة مستدامة كلام المبعوث الأممي فتح باب التساؤلات على مصرعيه بشأن مستقبل الحرب والسلم في اليمن حيث جاء التصريح بعد يوم فقط من بيان الخارجية الأمريكية حول اجتماع الرباعية بحضور عمان الأحد الماضي جاء في البيان أن المقترحات الأممية تمثل تسلسلا للإجراءات السياسية والأمنية والاستئناف المشاورات على أن تتوقف الأعمال العدائية بعد إسبوعين من لقاء وفدي المشاورات في عمان ككل مرة يدفع المجتمع الدولي لعقد جولة جديدة من المشاورات برغم عدم توفر أرضية مناسبة في ظل عدم وجود ضمانات من قبل الحوثيين ورفض الحكومة للخارطة الأممية الحالية وانتظارها لخارطة جديدة تستند على المرجعيات الثلاث ليس يقينا ما إذا كان الوزير كيري سيسمح بإجراء تعديلات في الخطة يمكن أن تشجع الحكومة ومن خلفها الرياض على القبول بها فكثيرا من شغلت الأمم المتحدة وواشنطن في التعرف على شروط الإنقلابيين ورغباتهم وظلت تبحث عن وسيلة تحقق بها مطالبهم لكنها لم تلقي بالا لما يريده اليمنيون ولا اكترثت لصراخاتهم ما الذي تغير ليلقي المجتمع الدولي ثقله في تحريك السائل السياسي بعد تجميده لأشهر طويلة أمور كثيرة تغيرت بفعل الحرب التي فرضت معطيات جديدة وخلفت مصائب جديدة في بلد لا تنقصه الأزمات الإنسانية بعد كل الدمار والخسائر في الأرواح الشاهد أن سلوك الدولي طوال الفترة الماضية تسبب في نمو رغبة الإنقلابيين باستغلال محاولة إنقاذهم تجلى ذلك مؤخرا في دعوة قيادات في حزب المخلوع إيران للاستفادة والاستغلال الإيجابي لتوظيف التحرك السياسي الخارجي والعلاقات الدبلوماسية لطهران أعقبها تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في هجومه على وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي بقوله إذا كان هناك نفوذ إيراني في اليمن فلا علاقة لكيري والجبير بذلك بين وعود السلام المحتمل والمواجهات الجارية إذن تستمر حرب اليمن بكل تعقيداتها المحلية والإقليمية